اشتركوا في القناة من يناير من العام الفين واربعة وعشرون وبالشراكة مع شركة اي تي اف اكس الشركة الرائدة لتداول الاوراق المالية يمكنكم الاستفادة من الخدمات العديدة والمتميزة التي تقدمها الشركة من خلال الروابط المرفقة في صندوق الوصف اسفل الفيديو وفي التعليقات اذا اخواني العزاء قبل ان نبتدع فقرة التحليل الفن نذكر باهم البيانات الاقتصادية الذي سوف تصدر خلال اليوم ولها تأثير على حركة الاسعار وقت صدورها وسوف يكون لدينا اخواني العزاء بيانات هامة جدا سوف تبتدأ بالصدور على اليورو في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء صباحا عفوا بتوقيت مكة المكرمة وهو خبر مؤشر اسعار المستهلكين وفي ذات التوقيت يصدر لدينا ايضا مؤشر اسعار المستهلكين السنوي لشهر ديسمبر ومن ثم في تمام الساعة الرابعة مساعا بتوقيت مكة المكرمة يصدر لدينا مؤشر سعار المستهلكين الالماني على اليورو وفي تمام الساعة الرابعة وخمسة عشر دقيقة على الدولار الامريكي لدينا خبر هام جدا وهو خبر التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر وفي تمام الساعة الرابعة والنصف مساء يصدر معدلات الشكاوى من البطالة وفي تمام الساعة الخامسة وخمسة واربعون دقيقة مساء لدينا صدور خبر مؤشر مديري المشتريات الخدمي على الدولار الامريكي وتختتم البيانات في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة بصدور تقرير مخزون النفط الأمريكي الخام إذن أخواني لعزاء نبتدأ فقرة التحليل الفني بتحليل مؤشر الدولار الامريكي الدولار اندكس وشاهدنا أخواني لعزاء صدور البيانات الهام على الدولار الامريكي وشاهدنا صدور تباين في البيانات الامريكية حيث أنها أظهرت مؤشر فرص العمل بشكل سلبي حيث أن الاقتصاد الامريكي وفر ما يقارب من 8.790.000 فرصة عمل في شهر نوفمبر فيما توقع الخبراء توفير 8.850.000 فرصة عمل وشاهدنا أخواني لعزاء هذه البيانات أظهرت تراجع سوق العمل بعكس التوقعات وهي بيانات هامة جدا تصنف لقياس التضخم في الاقتصاد الأمريكي وشاهدنا على النقيض مؤشر مديري المشتريات الصناعي يصدر بشكل إيجابي وهو صادر عن معهد إدارة توريدات الـ ISM حيث أنه صدر بـ 47.4 نقطة فيما كانت التوقعات تشير لتسجيله لـ 47.1 نقطة والقراءة السابقة كانت 46.7 نقطة إذن أخواني لعزاء شاهدنا هذا التباين وترقبنا محظر الفيدرالي وصدر محظر الفيدرالي وهو هام جدا بشكل مباشر شاهدنا تصريحات عذو الفيدرالي السيد باركن عن احتمالية رفع الفائدة مجددا رغم إشارات السيد جيرون باول لأن زمن التشديد النقدي قد انتهى ولكن شاهدنا من خلال المحظر أن أسعار الفائدة بالنسبة لأعضاء الفيدرالي لم تصل إلى ذروتها ولكن تقترب من القمة واتفق غالبية الأعضاء على أن نمو الاقتصاد الأمريكي سوف يتباطى مستقبلا وأن إعادة الاتزان لسوق العمل قد تستمر على مدار العام 2024 وأيضا في الختام لهذا المحظر وملخص المحظر رأى لعضاء أن مخاطر سوق العمل وارتداد التضخم تتضاءل وتتلاشى شيئا ثم شيء ورأوا أن الحفاظ على مستويات الفائدة مرتفعة لبعض الوقت سيساعد في خفض التضخم وتهديئة الإنفاق إذن أخواني لعزاء نشاهد رادة الفعل على الشاشة نشاهد مؤشر الدولار الأمريكي الدولار إندكس يقف بالقرب من المستوى الهام جدا على الفريم الزمني الأربع ساعات وهو مستوى المائة واثنين فاصلة خمسمائة والذي يلتحم معه داون تريند لاين الرئيسي وهو خط لاتجاه الرئيسي الهابط إذا نجحت الأسعار بتكوين اختراق واضح وتحققت جميع شروط الاختراق لهذا المستوى مائة واثنين فاصلة خمسمائة قد نشاهد مارد الدولار الأمريكي يصحو من غيبوبته وينطلق صوب مستويات المائة وثلاثة فاصلة خمسمائة ومستوى المائة وخمسة ولكن فشل التخطي لمستوى المائة واثنين وفاصلة خمسمائة وعودة الأسعار أدناها قد تنهي تصيحات الدولار الأمريكي ويستأنف المؤشر الهبوط مجددا ويسقط صوب سعر الإغلاق السابق مستوى المائة وواحد فاصلة ثلاثمائة واربعون وصوب مستوى المائة فاصلة أربعمائة وخمسون إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوجة اليورو دولار ونشاهد زوجة اليورو دولار قد سار على نفس التوقعات وإذا شاهدنا أخواني لعزاء على الفريم الزمنية الأربع ساعات لا يزال يتداول في الظل القناة الرئيسية الصاعدة ولكن لو انتقلنا إلى الفريم الزمني الساعة نشاهد أن زوجة اليورو دولار كان فعليا يسير في ظل تصحيحات هابطة بعد أن نجح بكسر الأب تريند لاين وحتى اللحظة أخواني لعزاء لا يزال زوجة اليورو دولار يحبط في الظل موجة تصحيحية هابطة وثبات الأسعار أدنى مستوى الواحد فاصلة صفر تسعة آلاف وستمائة لا تزالت تضع الزوج تحت تهديد استمرارية التصحيحات لزيارة مستوى الواحد فاصلة صفر ثمانية آلاف ولن ينهى هذا التصحيح إلا بعودة المراكز الشرائية على مستوى الواحد فاصلة صفر تسعة آلاف وستمائة والثبات أعلى المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسون يوم الساعة إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباوند دولار ونشاهد زوج الباوند دولار يكاد أن يطيح ويتماسك أعلى سعر الإغلاق السابق وأعلى مستوى الواحد فاصلة ستة وعشرون ألف محاولا إنهاء التصيحات وإذا نظرنا أخواني لعزاء على الفريم الزمني الساعة نشاهد الزوج تماسك أعلى ستة وعشرون ألف ولكن لن يرتد فعليا ويتحاشى السقوط في بحر السلبية إلا إذا نجح بعودة التداولات الإيجابية والمراكز الشرائية على مستوى الواحد فاصلة سبعة وعشرون ألف ومئتين إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل اليين الياباني ونشاهد أخواني لعزاء الزوج الدولار ين يحاول خلق تريند فرعي صاعد ونشاهد أخواني لعزاء على الفريم الزمني الساعة الأسعار إذا استقرت أعلى مستوى الـ 142.500 واستمرت بتلقي تأييد الإيجابي من خلال بناء المراكز الشرائية على المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم قد ينجم عنه محاولة لتكوين تريند فرعي صاعد قد يستهدف مستوى الـ 145.5 مقابل الدولار الأمريكي الواحد على الشورت تيرم ولن يلغى هذا السيناريو التفاؤلي للزوج إلا بعودة الأسعار أدنى مستوى 142.500 إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرانك السويسري ونشاهد الزوج يحاول إنهاء التصحيحات وحتى اللحظة أخواني لعزاء شاهدنا الزوج يدخل في تصحيحات بعد النجحة باختراق الدون تريند لاين الفرعي وحتى اللحظة إذا فشلت الأسعار بتخطي مستوى الصفة 85500 قد يدخل فعليا الزوج في إنهاء التصحيحات ويعود للهبوط صوب مستوى 0.83700 ولن نشاهد أخواني لعزاء إنهاء لهذه التصحيحات إلا بعودة الأسعار أعلى 85500 إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي وشاهدنا الزوج استمر في التصحيحات المتوقعة مقتربا من المناطق الهامة جدا وهي لاب تريند لاين ومستوى الصفر فاصلة 66700 وثبات الأسعار أعلى 66700 لا تزال تصنف هذا التراجع كتصحيحات ونتوقع أن تنتفض الأسعار مجددا للصعود صوب مستوى الصفر فاصلة 682009 مجددا ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي الصاعد ويدخل الزوج في ظل موجة بيعية جديدة إلا بكسر 66700 إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل الزوجة الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي نشاهد الأسعار تستمر بالتصحيحات ملامسة منطقة الاب تريند لاين الرئيسي الصاعد وإذا استقرت الأسعار أخواني الأعزاء أعلى مستوى 62000 قد نشاهد محاولة لإنهاء التصحيحات أما كسر مستوى الصفر فاصلة 62000 قد يدخل الزوج في ظل موجة بيعية تطال مستوى 60500 إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل الزوجة الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ونشاهد الزوج يحاول أن يستمر بالموجة التصحيحية صاعدة وإذا نجحت الأسعار بتخطي مستوى 1.3700 فعليا قد نشاهد مكاسب الدولار تستمر صوب مستوى 1.5500 على المدى القصير إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل زوجة الباونديان الملقب بالمجنون ونشاهد زوجة الباونديان يتحاشى السقوط بعد أن نجح بالتماسك أعلى مستوى 179 مقابل الجنيل استرليني الواحد وحتى اللحظة أخواني الأعزاء إذا نجحت الأسعار بشكل واضح وصريح بتخطي مستوى 182 مقابل الجنيل استرليني الواحد قد نشاهد الانطلاق صوب مستوى 184.500 خلال التداولات قصيرة المدى إذا أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل زوجة اليوروين ونشاهد زوجة اليوروين هو الآخر ينطلق صعودا محاولا التماسك مجددا وثبات الأسعار أعلى مستوى 155 لا يزال يمنح الأسعار فرصة للانطلاق صوب مستوى 160.500 إذا أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو باوند أو اليورو مقابل الجنين الاسترليني ونشاهد الزوج يسقط مثل ما تحدثنا بعد أن كسر الأب تريند لاين واستمرارية تداولات أدنى مستوصف 0.86.500 قد تقود الأسعار لاستمرارية موجة الخسائر واستهداف 0.86.000 و 0.85.500 إذا أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرا التركية ولا يزال السيناريو الإيجابي هو السيناريو المرجح فنيا وحتى اللحظة فبات الأسعار أعلى 29 ليرا ونصف لا يزال يرجح استهداف المستوى المستهدف والذي لطالما انتظرناه وهو مستوى 30 ليرا مقابل الدولار الأمريكي الواحد إذا أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد البيتكوين يتراجع مقتربا من منطقة الحاجز النفسي وهي مستوى 42.000 دولار كسر هذا المستوى قد يفقد البيتكوين مكاسبه السابقة ويسقط صوب مستوى 39.500 على شورت تيرم على اللونغ تيرم قد نشاهد 36.500 دولار ولا سبيل للنجاة من السقوط المرتقب للبيتكوين إلا بالتماسك أعلى 42.000 دولار إذا أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل الإثيريوم مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد الإثيريوم يسقط بعد أن الفشل بتخطي الـ 2450 دولار وحتى اللحظة إذا استقرت أسعار الإثيريوم أدنى 2300 دولار قد نشاهد محاولات لكسر الـ 2100 دولار وهو الدعم الأخير للإثيريوم والذي قد يهوي به إلى مستويات دون الـ 2000 دولار إذا أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل الريبل مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد الريبل حتى اللحظة يحاول التماسك أعلى 55 سنت وإذا نجحت الأسعار بكسر 55 سنت قد نشاهد إذا أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب ونشاهد أخواني لعزاء الذهب على الفريم الزمني الأربع ساعات يصل بالقرب من مناطق هامة جدا جدا وقد تحدثنا أخواني لعزاء في فقرة التحليل الفني الصباحية والمسائية للذهب على منصة التيك توك وعلى قناة الواتس آب الخاصة بنا أن الذهب حاليا يتداول في ظل تصحيحات بيعية هابطة ولطالما تحدثنا عن أن الذهب يحتاج لتصحيح كان قد حرم من هذه التصحيحات بسبب الأحداث الجيوسياسية في المنطقة وبفضل الله شاهدنا الذهب يحبط مثل ما توقعنا ولكن حتى اللحظة أخواني لعزاء نعلم أن هناك العديد من التساؤلات إلى أين يتجه الذهب خلال الساعات القادمة هل نشهد مزيد من الهبوط أم نشاهد انتهاء هذا التصحيح والهبوط بإذن الله تعالى نجيب عن هذه التساؤلات بشكل وافي وكافي ومدعوما بالتحليل الفني البحث ولن نهمل أيضا التحليل الاقتصادي إذن أخواني لعزاء أولا قبل أن ندخل في التحليل الفني نذكر أننا ننتظر خلال الساعات القادمة بيانات هامة جدا على الدولار الأمريكي ومؤثرة على مهشر الدولار الأمريكي والذهب بشكل خاص لدينا في تمام الساعة الرابعة وخمسة عشر دقيقة خبر هام جدا وهو التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن الـ ADP وهو يعتبر الخبر الممهد والسابق لعاصفة البيانات الأمريكية الـ NFP الذي يصدر يوم الجمعة القادم وفي ذات التوقيت وهو ساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة لدينا معدلات الشكاوى من البطالة وفي تمام الساعة الخامسة وخمسة واربعون دقيقة لدينا أيضا مؤشر مديري المشتريات الخدم ونهاية في تمام الساعة السابعة مساء لدينا تقرير مخزون النفط الأمريكي الخام جميعها بيانات قد تؤثر على تحركات الذهب إذا تحدثنا على المدى القصير أتوقع أن يستمر الذهب بالتداول بالقرب من مستويات هامة جدا وهي 2030 دولار ولكن نعقب أيضا على تباين البيانات الأمريكية الذي صدرت وهو مؤشر فرص العمل الذي صدر بشكل سلبي ومؤشر مديري المشتريات الصناعي صدر بشكل إيجابي وبهذا التباين شاهدنا الأسواق ترقبت محظر الفيدرالي والذي صدر بخلاصة أن السيد باركن عضو الفيدرالي تحدث عن احتمالية رفع الفائدة مجددا راميا تلميحات السيد جيروم باول الذي تحدث عنها في وقت سابق وأنه زمن التشديد قد ول وانتهى وشاهدنا من خلال هذا المحظر أن أسعار الفائدة بإجماع الأعضاء أنها لم تصل إلى الذروة بل اقتربت من قمتها وتحدثوا أن الاقتصاد حاليا يصير في وضع جيد وأن النمو الاقتصاد الأمريكي سيتباط بشكل تراجع ناعم مثل ما هم يخططون له خلال السياسة النقدية الحالية ورأى الأعضاء أن مخاطر سوق العمل وارتداد التضخم تضاءلت وبدأت في التلاشي ورأوا أنه يجب أن يأخذ سياسة التشديد المزيد من الوقت والحفاظ على مستويات الفائدة مرتفعة لبعض الوقت سيساعد في خفض التضخم وتهديئة الانفاق وبعد أن شاهدنا هذه التصريحات شاهدنا تدعيم لهبوط الذهب جميع هذه البيانات قد تدعم قوة الدولار الأمريكي وتضغط الذهب هذا على التحليل الاقتصادي الفنديمينتال ولكن على التحليل الفني نشاهد أولا أخواني العزاء على فريم الأربع ساعات الذهب يقترب من منطقها مجدا وهي الـ خطة الاتجاه الرئيسي الصاعد ومستوى الدعم الماثن المستوى الـ 2030 دولار مقابل الأنصة الواحدة منطقة هامة جدا وتعتبر منطقة المحور ونقطة البايفيت نقطة تحول المسار للذهب نتابع هذه المنطقة وهي مفتاح التداول للجلسة الحالية أخواني العزاء كسر مستوى الـ 2030 دولار قد يعمق خسائر الذهب وقد نشاهد التصحيح يمتد صوب مستويات مهمة جدا وهي مستوى الـ 1985 دولار وقد نشاهد على المدى المتوسط 1940 دولار مقابل الأنصة الواحدة ولكن هذا الهبوط لا يصنف كتغيير لمسار الذهب الرئيس الصاعد ولكن نعتبره كتصحيح عميق نوعا ما يحتاجه الذهب من أجل أخذ العزم للصعود مجددا ولكن من المهم والتأكيد أن هذه البيانات المرتقبة خلال الساعات القادمة سوف تؤثر وسوف تعطي الذهب حافز ليحدد هل سوف يقوم بكسر مستوى الـ 2030 دولار أم لا ولكن هنا أخواني العزاء إذا الذهب حافظ على المراكز الشرائية ونجح بتكوين نموذج ارتداد صاعدة على الـ 2030 دولار قد نشاهد الارتداد صوب مستوى الـ 2070 دولار ومع اختراق الـ 2070 دولار سوف يكتفي الذهب بهذا التصحيح الهابط وقد ينطلق مجددا ليكون قمم هامة جدا يتعدى ويتجاوز القمة السابقة ويتجاوز مستوى الـ 250 دولار وقد نشاهد مستوى الـ 220 دولار أيضا خلال التداولات متوسطة الأجل إذن هذه هي النظرة الفنية على الأربع ساعات وإذا شاهدنا على الفريم الساعة أيضا ذات المنطقة الهامة تعرض الذهب لبعض منه ضغوط وذلك باستمرار التداولات وأدنى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وأدنى سعر الإغلاق السابق لـ 2058 فاصل سبعون سنت جميعها تضغط على الذهب وكسر هذا المستوى يؤكد أيضا على الفريم الزمني الساعة أنه سوف يقود الذهب للهبوط صوب المستويات المذكورة ولكن أخوين لعزاء الجميع قد يتساءل هل سوف يواصل الذهب الهبوط أم لا سوف أتابع معكم على المدى القصير بإذن الله تعالى في الصباح الخميس نتابع من خلال منصة التيك توك ومن خلال قناة الواتساب المجانية التحركات والتحديثات الفنية الصباحية للذهب بعد افتتاح السوق الأوروبي وأيضا سوف نحدث أخواني العزاء بعد افتتاح السوق الأمريكي وصدور البيانات سوف أحدث لكم أيضا على التيك توك فلذلك دائما أخواني العزاء أنه يجب أن من يهتم بتداولات الذهب بشكل خاص يجب عليه أن يتابع فقرة التحليل الفني اليومية ويتابع أيضا بداية الفيديو وهي فقرة تحليل مؤشر الدولار الأمريكي والفقرة التحليل الاقتصادي وأيضا أخواني العزاء يجب متابعة التحديثات قصيرة المدى لأن هذه التحديثات هي بمثابة متابعة لهذا التحليل الفني اليومي وتحييد المسار والتأقلب مع البيانات وتبليغكم بالمستجدات الشرح ولكن أحب أن أوضح الصورة بشكل دقيق بالنسبة للذهب وبإذن الله تعالى في حال وجود أي استفسارات أو أي ملاحظات أو مقترحات بإمكانكم وضعها في صندوق التعليقات أسفل الفيديو وأيضا أخواني العزاء من يرغب بالانضمام إلى قناة الواتساب الخاصة بي وفي منصة التك توك يشرفني ذلك وأتشرف بكم أخواني وأحبائي في صندوق الوصف أسفل الفيديو إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل النفط الخام نشاهد النفط الخام يرتفع ولكن هذا الارتفاع لا يزال يصنف كتصحيحات ولن نصادق على استعادة المكاسب للخام إلا بتخطي 75 دولار واستمرارية تداولات أدنى 75 دولار لا تزال تهدد الخام بالسقوط صوب مستويات 67 دولار على المدى القصير إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الفيضة نشاهد الفيضة تسقط متأثرة بالذهب وثبات الأسعار دون 24 دولار قد يفاق من خسائر الفيضة وحتى اللحظة نشاهد الفيضة هي تتداول بالقرب من منطقها من 23 دولار قد يقود الفيضة لاستمرارية الهبوط صوب 22 دولار و21 دولار على المدى المتوسط إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي نشاهد الغاز الطبيعي يتماسك أعلى 2 دولار ونصف وثبات الأسعار علىها وتلقي التأييد الإيجابي من خلال التداولات أعلى متوسط المتحرك لمدة 55 يوم قد تقود الغاز الطبيعي يصبح مستويات 3 دولار و3 دولار ونصف على المدى المتوسط إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل قائد السوق الأمريكي مؤشر الداو جونز الصناعي ونشاهد مؤشر الداو جونز يتراجع ويفشل بتأكيد اقتراق مستوى 37700 ومثل ما تحدثت أخواني العزاء بالرغم من تراجع مؤشر الداو جونز إلا أنني لا أنصح ببيع الداو جونز وأي بيع للداو جونز من المستويات الحالية يعتبر هاي ريسك وعالي الخطورة جدا أنا أنصح ببيع الداو جونز أدنى مستوى 37000 البعض قد يخبرني أننا إذا بيعنا من أدنى مستوى 37000 قد فقدنا الفرصة هنا أخواني العزاء نتحدث عن باب الأمان نبحث عن تداولات آمنة مستمرة أفضل من تداولات نقتنس من خلالها الفرص الذي قد تؤدي إلى خسارة رأس المال بالكامل وننبه أن تداولات في الداو جونز عالية المخاطر بسبب ثقل احتساب النقاط ولكن أخواني العزاء من باب الأمانة العلمية أحب أن أحذر مجددا أننا لن نفكر بتاتا في بيع الداو جونز إلا بكسب مستوى 37000 ولن نفكر بالشراء إلا بتأكيد الاختراق وتحقق جميع شروط على الفريم الزمني الأربع ساعات أول فريم الزمني الساعة لمستوى 37700 وبإذن الله تعالى أخواني العزاء قد كنت طلبت في التحليل السابق من يرغب أن نقوم بعمل فقرة تحديث صباحية ومسائية لمؤشر الداو جونز مثل فقرة تحديث الذهب على منصة التكتوك فقد وجدت بالحقيقة تفاعل وأرغب منكم من يرغب في أن نقوم بهذه الفقرة أن يتفاعل أكثر ويطلب من خلال منطلقكم ومن خلال رغبتكم الكاملة وبإذن الله تعالى نوفق في تغطية التحركات الداو جونز إذن أخواني العزاء دائما وأبدا أتقبل جميع ما تطلبون وجميع التحديثات يلي ولكم وأشكركم على هذا المجود وأنتم بالنسبة لي أخوان أعزاء إذن أخواني العزاء نعود إلى التحليل الفني نشاهد مثل ما ذكرنا الداو جونز لن نفكر بشراءه إلا بتأكيد شروط الاختراق لمستوى 37700 على الفريم الزمني الساعة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر ستاندر دان بورز الاس بي فايف هندرد ونشاهد الاس بي فايف هندرد لتراجع حتى اللحظة هذا التراجع يصنف كتصحيحات ولن يخرج عن المسار الإيجابي إلا بكسب مستوى الاربعة 1600 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر النازدك الأمريكي نشاهد النازدك حتى اللحظة يتجرع السلبية وإذا نجحت الأسعار بالاستقرار أدنى مستوى 16600 وتم تأكيد الكسر وتحقق الشرط الأخير للكرسر على الفريم الزمني الأربع ساعات قد نشاهد فعليا استئناف الهبوط صوب مستوى 16200 و15800 ولن يلغى هذا السيناريو البيعي الهابط إلا بعودة الأسعار أعلى 16600 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الرسيل نشاهد هو الآخر يتراجع صوب الدعم الأخير الماثل عند مستوى 1980 وكسر هذا الدعم قد يخلق فرص بيعية للمؤشر ليستهدف مستوى 1920 و1860 على المدى المتوسط إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الفوتسي البريطاني ونشاهد الفوتسي يتماسك أعلى مستوى 7650 وثبات الأسعار علىها قد يلغي التصحيحات الهابطة ويستأنف الصعود مجددا ليعانق مستوى 7800 و7600 ولن يلغى هذا السيناريو ليجاب إلا بكسر مستوى 7650 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الداكس الألمان نشاهد الداكس يحبط ويسقط مقتربا من الدعم الهام والأخير وهو مستوى 16500 كسر 16500 قد يفاقم خسائر الداكس الألماني للسقوط صوى مستوى 16156 ونذكر أخواني العزاء أنه لدينا بيانات هامة جدا على اليورو وعلى أيضا مؤشر أسعار المستهلكين الماني في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة وفي الساعة والنصف صباحا بيانات هامة على اليورو سوف تؤثر على الداكس الألماني ولدينا مفتاح الجلسة وتأكيد الفرص البيعية مع تأكيد الكسر على مستوى 16500 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الكاك الفرنسي نشاهد الكاك يتراجع هو الآخر بعد أن فشل بالحفاظ على المراكز الشرائية على 7550 حاليا يتداول بالقرب من الدعم الأخير وهو 7400 كسر هذا الدعم سوف يقود الكاك لموجة خسائر قد تطال مستوى 7144 إذن أخواني العزاء ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النكاي الياباني ونشاهد النكاي يحاول تماسك أعلى سعر الإغلاق السابق وبالمجمل ثبات الأسعار أعلى مستوى 33 على المدى القصير ولا نغير نظرتنا الإيجابية للمؤشر إلا بكسب مستوى 33000 إذن أخواني العزاء إلى هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني طيبة التحيات وفي أمان الله